السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اساطيرا عاملين ايه دم بخير ان شاء الله زي ما تشايفين يا شباب كده في عنوان المقطع طبعا الفيديو متأخر في وقت متأخر زي ما تشايفين لان الموضوع مهم جدا جدا لازم تسمع المقطع للاخر طبعا الشباب قبل ما نبدأ في اي حاجة طبعا في حاجة جديدة اعملها لكل الناس اللي عندي فيه القناة كل فيديو ان شاء الله هيكون فيه جيفت بقيمة 300 جوهرة لكل شخص سواء عاوزها شحنة او عاوز بها جيفت طبعا الشروط ان انت تكون مشترك في القناة وفعل زر الجرس وتضغط لايك للمقطع وتنزل تحت تكتب اي كومنت حلو كده وان شاء الله الاختيار عشوائي في الفيديو القادم دي الشروط سهلة جدا وبسيطة جدا في كل فيديو ان شاء الله وهتزيد بلون نكحت ان شاء الله هزود الجيفت يعني يكون خمسمية سبعمية الف وهكذا تمام شباب زي ما انتم شايفين فيه عنوان المقطع كده احذر من جليتش طبعا جليتش الملابس اللي انتشر بشكل غريب جدا في الفترة الاخيرة وكل الناس بتعملو طبعا ناس جدير جدا سألتلي على انستجرام ازاي ليه انت منزلتش عن الجليتش وليه ما فتناش بالجليتش طبعا يا شباب الجليتش طبعا فيه بند يعني مجرد ما تعمل الجليتش بتاخد بند طبعا لانه انت كده بتلعب فيه ملفات اللعبة طبعا انا لما عرفت كده مرضيتش انزل المقطع عشان ما حدش يتضر فعملت المقطع ده دلوقتي في الوقت ده تحديدا لان الموضوع انتشر بشكل رهيب جدا النهاردة فانا قلت لازم اعمل المقطع ده وحذركم كلكم اي حد بيشوف المقطع ده حذر صديقك حذر اي حد شافي الجليتش حذره يحذر من جليتش الملابس طبعا طبعا شباب الجليتش ده بتحط اي ملابس انت عوزها اي اشكال انت عوزها زي ما شفته اكيد متى كلكم شوفته فيه الفترة الاخيرة وفيه ناس كتير جدا بتقول معلوش بند لو ما ااخدتش بند النهاردة لو ما ااخدتش بعد الاسبوع هتاخد بعض شهر اكيد يعني لان انت كده بتلعب فيه ملفات اللعبة الاساسية فطبعا انا بحذر كل شخص عمل الجليتش او كل شخص بيفكر يعمل الجليتش اياك تعمل الجليتش كل شخص طبعا عمل الجليتش اقول لكم يعمل ايه في نهاية المقطع لكن خلاه دلوقتي فيه التحذير كل شخص بيشوف المقطع ده يحذر صديقه ويشارك المقطع على اوسع نطاق خلي كل الناس تحذر من الجليتش طبعا انتشر بشكل رهيب جدا في الايام الاخيرة طبعا الجليتش بتعمل بالزبط زي جليتش السروال البرازيلي بتلعب فيه ملف بتحمله وبتروح تدخل فيه ملفات اللعبة وتضيف الملف وتحذف ملف وتضيف ملف طبعا ده غلط جدا واكبر غلط ان انت تحذف ملف من اساسيات الملفات الاساسية بتاعت اللعبة وتضيف ملف تاني خارجي ده في حد ذات وغلط فلو بتشوف المقطع ده احذر احذر ان انت تعمل جليتش الملابس طبعا شباب ما حبيتش اشارك الجليتش عشان ما انتشرش اكتر من كده فحبيت احذركم طبعا الناس بالنسبة الناس اللي هي عملت الجليتش طبعا كل اللي هتعمله ان انت تحذف بيانات اللعبة او تحذف اللعبة خالص وتحملها من جديد وتسجل من جديد لان الملفات بتاعت اللعبة بتكون محفوظة على الموبايل بتاعك او الهاتف بتاعك فانت تعمل ايه الخطوات ان انت تشير الجليتش طبعا ان انت تحذف اللعبة اول حاجة اه تاني حاجة لو مش حابب تحذف اللعبة ممكن تحذف بيانات اللعبة كلها من على الهاتف وتنزلها من جديد طبعا كده ما فيه اي مشاكل كده هتحذف الجليتش من على موبايلك كمان في حاجة يا شباب ممكن وانت بتعمل مش حسابك بس اللي يتبند لا كمان موبايلك كله بيتبند الهاتف بتاعك بتبند مش تقدر تلعب اللعبة تاني على الهاتف بتاعك يعني هتاخد هتتضر من كل الاتجاهات يعني عشان شك كمان يا شباب ده ما بتعمله الملابس مش بتظهر غير ليك انت بس يعني انت بس اللي بتشوف الملابس وبتشوف شكل الملابس اصدقائك واعدائك مش بيشوفوا الملابس فانت ما تخسرش حسابك وتكون دافع عليه وتعبانة عليه عشان شكله ومالوش لازمة فانا بحذركم احذر كل الحذر ان انت تعمل الجليتش شارك المقطع على اوسع عند طاق اه خلي كل الناس تعرف خلي كل الناس تحذر من الجليتش طبعا اللهم بلغت كل الناس يعني كل الناس تحذر اصدقائها اه ده كان كل المقطع متنساش تشاركه مع اصدقائك عشان يستفادوا واحذروا من الجليتش متنساش لايك للمقطع لو استفدت منه اه والمسابقة طبعا بتحذراتنا متنسوهاش وده كان كل المقطع والسدق شكرا